موسيقى ياخدوا حبوب وكملات الفوليك أسد لأنه دي من الحاجات الأساسية في أول ثلاث شكور في الحمل والفترة اللي قبل الحمل كمان هعمل إيد لوقتي هعمل الحلوة بتاع النهاردة صانية الحلبة اللي هي زي البازبوسة كده صانية زي البازبوسة اسمها صانية الحلبة دي من التراث الشعبي الشامي معروفة جدا ومشهورة جدا وطماء حلو قوي المقادير بتاعتنا 3 كبات سميد نص كبات دقيق معلقة كبيرة سكر معلقة كبيرة خميرة نص معلقة بيكين باودر رشة ملح وطماء معلقة صغيرة ملح كباية زيت زتون ربع كباية حلبة معلقة صغيرة ينسون حب معلقتين سمسم معلقتين حبة البركة وحبة البركة دي اختياري لأن مش كل الحوامل بيقدروا برضو على حبة البركة وحبة البركة فآخر الحمل مش مستحبة علشان الإنقبادات بتقلل الإنقبادات كبايتين ونص من مية سلء الحلبة وحستعمل كبايتين شربات في الأخ أول حاجة باجي باخد الحلبة بتاعت دي اللي هي حلبة الحصة العادية دي بحطها في مية وبسلقها على النار خلاص الناس اللي ما بتحبش ريحة الحلبة أو بتحس الحلبة ممكن تعمل لها ريحة اللي ممكن تضيفي معلقة قرفة للحلبة علشان الريحة بتاعتها ما تبانش القرفة من الحاجات اللي ما بتخليش ريحة الحلبة تبان هاحطها وحط لها المية وارفحها تتسلق على النار حوالي يعني من نص ساعة لساعة لربح على النار بغطيها وبعدين باخد من المية بتاعتها كبايتين ونص أهي هذه كبايتين ونص من مية سلء الحلبة وقادي اه قادي الحلبة هنا هو لسه حنسلقها خلاص وهنا هو السلق بصوا اهي بصوا فتحت ازاي اهي بعد السل اه جيح عال سالة لربح اهي السلق خلاص هاجيعمل ايبعه هنا هاجيب البولا هحط السميد والدقيق هادي السمسم واليانسون كل مكونات الجافة بتاعتي خشة الملح خميرة بيكين فاودر معلقة السكر انتي ممكن تحطيها مع الحلبة وهي بتتسلق بس انا بحطها معيها كده هو فاضل عندي هنا زيت الزتون حبس الدقيق والسميد ده بزيت الزتون حبسه يعني حدعق المكونات كلها بزيت الزتون علشان يفتح يا سارة ازاي كيف اي 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 حبيبتي ازاي اي عمز اي كله تمام يا امر انا بحبي جدا يا حبيبت قلبي ربنا يخليك لي يا رب اسلامي انا متبعك على طول حبيبتي ربنا يخليك لي يا رب بتعملي تعمل الحاجات اللي بقولها اه شطورة بتطلع معاك مزبوطة اه انت جميلة اصلا وصفاتك جميلة حبيبتي تقلبي يا رب يخليك منين انت يا سارة انا مشترجية احسن اسأله احنا بلديات بقى الله يخلي عبي بتعايز اسألك عن بتعايز الكنافة السيدة عناية اللي اتنين حاولها لك الكنافة السيدة كل ما بعملها يا شيف ايا بتطلع معايا نشفع خلص اوكي ماشي بتطلع معاك نشفع علشان انت المفروض الشربات بتاعها ما يبقاش تقيل والشربات يبقى سخن سوري ما يبقاش سخن وانت مطلعاها يبقى دافي يعني انت تعمليه والسبيه يبرد ما يبقاش التلاجة بتسيبيه بحرارة الجو والتلعيها سخنة تروح حط عليها الشربات الشربات يبقى خفيف شوية وتغطيها ثانية يعني قولي ديتين كده وبعد كده تكشفيها هتطلع معاك زي الفل اهي احنا بنبس السميت اهي بنبسهم علشان نغلف كله بزيت الزتون وفي نفس الوقت السميت يتفتح يفتح هجيب الحلبة حبوب الحلبة وزي ما قلتلك لو ما بتحبيش ريحتها على فكرة الحلبة دي هي بتعمل ريحة لان هي بتخلي الغدد تدر اللي فيها علشان كده هي بتدر اللبن يعني زي ما بتدر العرق هي برضو مدرة للبن بسم الله رحمة وابتدي شوية شوية أعجن فالحلبة دي من الحاجات المفروض ان الست المرضعة تبتدي بعد الولادة مباشرة انها تشربها ودايما انا فاكرة امي الله يرحمك بتعملي صنية الحلبة دي على طول اه طبعا المغات في حلبة وفي كل البزور الحلوة بتاعتنا سبحان الله حاجات التراثية دي اهي بصوا لو حسيتي ان انت مش محتاجي تحطي الكباتين ونص ما تحطي يومش انا بس عايزة ارفع كمي فايوة اهي لسه نشفى شوية اهي بصوا اتكونت معايا عجينة اهي عايزة شوية كمان بسم الله هكوم مجهزة صانية مقاسة حوالي 28 وبحط لها ورقة زبدة اهي ورقة زبدة علشان تطلع معايا بسهولة اهي وبعدين بحط الحلبة فيها اهو كده اجيب الصانية وهحط الحلبة بتاعتي فيها بتبقى بين الكيكة والبزبوسة كده واسويها وبعدين بقطعها قبل بدخلها الفرن بكون مسخان الفرن على ماء وثمانين اه كان سألني الفرن لو ما فيهوش علامات ازاي اعرف ان هو ماء وثمانين هنجيبه على التلت الاول الفرن بيبقى من ماء وستين الدرجات بتاعته لغاية مئتين وخمسين او مئتين واربعين فالعجلة تعديها التلت يعني تلت العجلة عشان مفيش عنده الارقام تلت العجلة على التلت الاولاني ده الماء وتمانين وبعد كده التلت التاني حيبقى مئتين وعشرة والتلت الاخراني مئتين وخمسين فيا ام محمد ايو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واتي التلفزيون بس لو سمحت واسمعيني من تلفون علشان ايه اطى خسارة اطى اطى كلمينها تاني يا ام محمد اهي بسويها كده وبعد كده بقطعها ولما بطلعها بسقيها بالشربات الشربات هقطعها بسم الله الرحمن الرحيم يا شهند شهند يا شهند ايوة ايوة حبيبتي واتي التلفزيون لو سمحت شهند ايوة واتي التلفزيون عشان انا سمع صوتي ايوة ايوة حبيبتي عيني انا كنت عايزة اطلق بس معي تديني طريقة الكيكة بالشوكولاتة بسي واتي التلفزيون واسمعيني بالتلفون انا مش سامعيك عشان التلفزيون اوقف لي سامعني كده اه سامعيك عايزة ايه بقى كنت عايزة بس تديني طريقة الكيكة بالشوكولاتة عيني واتي بس ماشي من عيني يا شهند من عناية بقى طحة بقى طحة مسلسات اهي قبل احنا معنا وقتا دي في الحلقة اه دا يدوبك خلاص ادخلها الفرن حالا عشان هل حق اعمل العصير وارح اقول للناس الحاجات لطلبتها اهي كده اهو ادي هدخلها الفرن بسم الله